معنى الله عز وجل يتجلى في ليلة نصف من شعبان كان في تعليم التعليقات بالمرة قرأتها في الفاصل ان الليلة خلصت لا هي لخ خلصت في بعض البلدان لكن بعض البلدان لسه الليلة هي النهاردة ايا كان ايا كان انا عايزة حتى لو خلصت والناس اللي لم تتدارك الامر الله عز وجل من التلت يعني كمان بالزبط ساعة وربع بتوقيت هنا الصنبول بالزبط هيبقى الله عز وجل في سماء الدنيا يتنزل يعني اللي بنعمله ده لا يخصص بليلة ولكن الليلة دي فيها كذا جملة في الحديث حبنا نقف عليها منها الله عز وجل يتجلى على الخلق يتجلى قلنا يعني تشال الحجوب يتجلى يعني اشرقت الارض بنور ربها فلما تنوي نية ان الله سبحانه وتعالى يتجلى على الخلق كلهم على فكرة على اي حال عايز ربنا يشوفك وعلى اي قلب مستعد ان الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه لما قلبك يعني يشرق بنور الله عز وجل بص بتعيش جنة في الدنيا ده حقيقة بتبقى عايش جنة في الدنيا ولا يهمك ابتلاء ولا يهمك غم ولا هم ولا نكد ليه انت عايش مع الله سبحانه وتعالى من ضمن التجلي معنى التجلي على القلب ان قلبك يبقى ننور كده بنور الله ان الله سبحانه وتعالى يرزقك وده الدعاء اللي عايزين نقوله يرزقنا في الليلة دية وفي كل ليلة يا رب وفي كل السنة وفي كل لحظة معاني ايمانية جديدة الله سبحانه وتعالى من تجليه على الخلق يتجلى على قلب بمعاني ايمانية جديدة وتبقى بداية السنة رب واختم السنة وكل وقت اللهم امين من ضمن المزايا كمان احنا بنقول ايه شمعنا يعني شمعنا الليلة ما هو ربنا اتنين وخميس بترفع الاعمال يعني هو ليه لا احنا قلنا لم يتخص الاب صلاة ولم يزبط عن نبيه خصها بصلاة ولا ذكر معين ولا كذا ولكن تختم الاعمال والاعمال بيه يا جماعة بالخواتيم يعني اللي فاته عرفة واللي فاته رمضان وليلة القدر واللي فاته يوتيوب واللي فاته القرآن واللي مضيع استغفار وذكر وورد وكل حاجة وجات له بقى كورونا كمان يعني طولة في زمن فيه كمان الوباء اللي احنا فيه كل الكلام ده يعوض الاعمال بالخواتيم يعني لو الخاتيم حلو ايوة ربك كريم ربك كريم والله وربنا كريم هيقبل بس انت ما تخليش الشيطاني واسويس لك ولك ايه لا ما خلاص ما مش نافع عاجات يعني يا عم هينفع والله يا ما خلاص لا والله مش خلاص مش خلاص لحد لا ما تغرغر وتطلع الشمس تشرق منين من المغرب فاحنا احنا عندنا امل وعندنا حسن ظن في الله الاعمال بالخواتيم هتغفر يا رب كل ده هيغفر هو القادر هو اللي قال هيغفر ان شاء الله طيب واللي فاته ما تخليش الشيطان يا اسك نعمل ايه ناس تغفر طيب الله نص الحديث التاني الله عز وجل يغفر لإيه للمؤمنين طيب انا احقق صفة الإيمان ازاي قلنا الإيمان ستة ها الاصول الإيمان الستة إيمان بالله وما لقيت وقوته به ورسل والقدر خير وشر واليوم الآخر كل ده مفروض طيب انا ما عملتش استغفر يبقى نستغفر ونتوب نستغفر ونتوب ونستغفر ونتوب طيب إيمان ضعيف ازوده ازاي بصوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يخلق كذي يعني يبلى كما يبلى السوب نعجدده بايه رسول الله جدده إيمان بايه بلا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا الأولانية لا الحرسة تحرس قلبي ولا التانية لا الكنسة تقنص من قلبي كل المحب سوى المحب في الله ولله ومع الله يبقى جدد إيمان يبقى دي وصيب لا إله أكسره بقى من ذكر لا إله إلا الله كده موقنا بها قلب لا معبود إلا الله لا أحد إلا الله والله يا رب لا نشرك بك والله سبحانه وتعالى قال تاني في الحديث يغفر للمؤمن طب دين حققت هو جددته يا رب يقبلني رقم اتنين لا يغفر لمشرك والشرك نوعين يا جماعة شرك اكبر وشرك احذر من الشرك واحذر من الرياء ونبقى دايما بنتعوز بهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبيل جدا جدا عايزة كل الناس تكتبوا كده وتبروزوا لأبا بكر يا أبا بكر للشرك فيكم بيقوله أخفى من دبيب النمل فقال له يا رسول الله بيقوله سيدنا ببكر فسيدنا ببكر قال له الشرك إلا من جعله اللي بيجعل مع الله إلها آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل إلا ألا أدلك من دبيب النمل يعني إيه مش باين ألا أدلك على شيء إذا قلت وإحنا كمان نسمعوا بقى الشيء ذهب عنك قليله وكثيره يذهب عنك الشرك الأكبر آه آه قول رسول الله صلى عليه قال اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك المعنى أذكر الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من أن نشرك بك شيء أن نعلم ونستغفرك المعنى يذهب عنك أنا اللي بقول النبي على السلام اللي بقول صلى عليه يبقى أستعيز يبقى أنا كده أدي خلاص أدي الإيمان ولا أخفر لمشق إن شاء الله يا رب إحنا مش منهم ولا يغفر للمشاحن المشاحن اللي هو إيه أعرفه اللي بيضمر كده يبقى أنا أعمل إيه طب أنا أعمل إيه عشان ما أبقاش من المشاحن أعفو أتخلق بإسم الله السلام أدعو ربنا سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبي وصدري كان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائي يقول واسلوا لسخيمة قلبي حديث صحيح بصوا الحسد من القلب والحقد والمشاحن أهل الحقد دول هم مين اللي بيضمروا في قلوبهم أزل الغير شيء الجوانية إزاء للعباد يبقى أعدي شوه في صورتك أعدى مش عارفة تقول عليك إيه أعدى تجيب عليك كلام تقول حاجات ما هيش صحيحة فيك شيلنية الإزاء عشان كده الله عز وجل يقول مش هيغفر لده فربنا يغفر للجميع إلا الناس دي بس اسمعوا حتى يقلع حتى يتوب حتى يعود يعني لو عدوا استغفر كمان الناس دي في الليلة دي على فكرة دي فرصة للبشرية كلها يبقى نعف ونسامح عاصل الله سبحانه وتعالى يعفو عننا ويفصح عننا ويصفح عننا ويرفع عننا البلاء والوباء اللي احنا فيه دوت الله مأمين ومن عفى وأصلح فأجروه على الله الله سبحانه وتعالى قال على أهل التقوى وأهل المغفرة آه أهل الجنة هم أهل الناس وسرعوا إلى مغفرة من ربكم وقال فيها من صفتهم والعافين عن الناس وأن تعفوا أقرب للتقوى وليعفوا وليصفحوا كل الكلام دوت عشان تحب العف ألا تحبون أن يغفر الله لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبد بعفو إلا عز اعفوا يا جماعة اعفوا عن الناس الدنيا من فاتك خلاصوا شايفين الدنيا يا عملة ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث سل من قطعك وعطي من حرمك وعفو عن من ظلمك يعني حتى الظلم آه على فكرة بعد المواقف والأحداث بيبقى العفو من السهل أبدا ومحتاج مجهدة للنفس ونستعيز بالله من نزغات الشيطان وسواست الشيطان لأن فعلا بيبقى الزين نأذى شديد لكن احنا نفوض أمرنا لله سبحانه وتعالى